بسم الله الرحمن الرحيم عندنا مسألة هنا بتكلم عن مقارنة ما بين طريقتين للإستثمار فحنشوف مين اللي هيجذبني أنهي مستثمر A bank has offered customers interest rate which increase with the size of deposit بيقول له بص يعني كلما تزود المبلغ لعندي كل مسار الفايدة يبأزي for example from 1000$ يعني لو هتستثمر عندي من 1000$ لحد 9999$ the interest rate offered براءة عن 8% per year يعني لو هتحط مبلغ عندي من 1000$ لحد أقل من 10,000$ بي دولار بالحالة ديتها حسبك على 8% per year لكن بيعملك إغراء inducement إيه الإغراء دابولك لو أكتر من 10,000$ هحسبك على 9% per year compound continuous since you only have أنت أنت لقيت نفسك اللي معاك بس 9,000$ لكن هو بيغريك لو هتحطي له 10,000$ فيما فوق هحسبك على سعر فايدة أعلى من 8% اللي هي 9% per year compound continuous فانت فانت فحيرة you are thinking about borrow أنت بتفكر تستلف 1000$ from a credit union so that you will have في الحالة ديت 9,000$ و11,000$ تستفيد من 9% per year compound continuous فبتروح تسأل على 1000$ دا هيدهولك أنت سيادتك تقبل تاخد 1000$ دا هو اللي أنت محتاجه تقبل تاخده بسعر فايدة قد what is the maximum effective interest rate per year could pay on the borrow 1000$ والله أنا أقبل أخده بحيث الفايدة المحققة من زيادة هذا 1000$ تغطي سعر الفايدة اللي هيعرض علي أو أكثر صح كده أنت عاوز 1000$ عشان تنقل سعر الفايدة بتاعك من 8 إلى 9 هشوف النقلة ديت النقلة ديت عبارة عن كام في المية وبالتالي أنا أقبل أي سعر فايدة أقل من اللي أنا حققه نتيجة هذا الإغراء وانتقالي من 8% إلى 9% per year compound continuous يبقى لو أنت حطيت 9000$ اللي معاك هتاخد 8% هتحقق مبلغ في الفيوتر لكن لو حطيت 10,000$ هتاخد 9% per year compound continuous ففي الحالة ديت هتشوف إيه الفرق ما بين الحالتين دول يبقى يبقى the amount you would have after one year without pro أنا مش هستعير خالص المبلغ اللي أنا حطه 9000$ هيكسب لي في الفيوتر 8% وسنة واحدة هيحقق لي 9720 وخبالك ندرس الحالة التانية 9% per year compound continuous ده سعر فايدة طالما الكونتين واس جزء ملي سعر فايدة واهمي وبسعر فايدة الحقيقي نحققه يطلع e to the power r minus 1 يطلع سعر فايدة حقيقي 9.4 1 7 في المية نشوف والله لو أنا هحط العشرة في المية بتاعتي يبقى أنا في الحالة ديت هقول المبلغ ده هوت 9000 ده هوت وخبالك مفروض يغطي لي ها العشر تلاف بسعر الفايدة الجديد واطرح منه عواقب ها الالف اللي أنا ايش اللي أنا ها أخده الالف اللي هستسمره يبقى 9700 يطلع 10 1000 في الفاكتور اللي عندي 9% 1 زائد i2 زب power 1 مينس العشرة 1000 في الحالة ديت سعر الفايدة أيضا هوت هيتحسي بيطلع 22.17 يبقى يبقى أنا عرض لما أطلب ويقول لي الالف اللي هدولك ده هحسبك 10% أوكي 11% أوكي 12% أوكي 15% أوكي بحيث لا يتعدى الـ 22% اللي هو هيحقق هملي لما أنا أخد الكلام طبعا نفس المشكلة هنا هوت بيقول لك أنا عندي 2 options أستعير 200,000 الحالة A to start a mail order radio controlling أي مشروع Air plan business الكريدت A has offered to land you money 200,000 والرجل الثاني هيديني 5000 per month لمدة خمس سنوات الكريدت Union A has offered to land you the money at that interest rate عبر عن 10% per year compound continuously ودي محتاجة لها حسب كريدت Union B العرض الآخر has offered the money with the stipulations that you repay it by making monthly payment عبر عن 5000 for 5 years from which credit would you بورو زماني أجيب من هنا أجيب من هنا أدرس الحالتين وأيهما أقل بالنسبة لي هو اللي أقباله طيب الـ 200,000 النهاردة قال لك 14% per year compound continuous أحسب I effective بتاع يبقى يبقى effective E to the power I minus 1 تطلع 15% يبقى credit يبقى A بتاعي حبرة عن 200,000 هستدوم على 5000 to find B given A و 6% يبقى في الحالة دي أجيب to find B given A و 60 سنة اللي عندي يطلع أجيبها إزاي اللي عندي to find B given A و I و 60 42 0 to find B given A وأ أنا عاوز سعر الفايدة لما يبقى 1 و ربع بيدين الرقم ده لما يبقى 1 و نص بيدين الرقم ده اللي هو 39 طيب أنا عاوز يبقى 40 بالزبط أنا عاوز يبقى 40 بالزبط في الحالة ديت أجيبه بالانتربوليش B الانتربوليش اللي عندي يعني الفرق ده على الفرق ده يساوي الفرق ده لو ده مثلا دي X يبقى X ناقص الكلام ده على كلام ده ناقص ال 1.25 يبقى بالانتربوليش أقدر أجيب الكلام ده بالانتربوليش بالسهولة اللي عندي يبقى أقدر أجيب C أو أسميها X يبقى ال-I effective اللي عندي ده بير منس لو ضربته في 12 يبقى سعر الفايدة أصبح نوم من الأجيب ال-I effective بتاعه يطلع 18.7 طب 18.7 اللي هو الاستعارة من إيش من A لكن لو أنا عاوز الاستعارة نرجع كده لو أنا هاخد أكبره هرجع كده هو من رجل الثاني كان ال-I effective بتاع طب كان كم يا دكتور كان 15 أستعير من اللي بيديني 15 ولا أستعير من اللي بيديني 18 يبقى أستعير من اللي بيديني أقل يبقى ال-conclusion نروح أستعير من إيه لأنه هيديك أقل من هذا الرقم اللي عندي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته